بجد ترحيب بحضراتكم من جديد يعني فاكرتنا الاولى النهاردة الفاكرة الاخبارية وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة فاركو اللي مستر فريرا اعلن القيمة بتاعتها عشان مباراة لغد ان شاء الله والقيمة ضمت ثلاث حراس مرمى محمد عواد ونديم محمد نديم والسيد عطية وانا بمسوط جدا لما بيبقى الثلاث حراس موجودين عشان حتى في تدريباتهم مع واستعداتهم لأي مباراة ان شاء الله اي حد نديم اعطية يكون متواجد الفترة اللي جاية بيكتسب خبرات اكتر واكتر خط الدفاع محمود حمد الوينش ومحمود علاء طبعا لنا محمد كل جماهيرنا بكرة امانة بسبب ومحمد عبدالغاني حسام عبدالمجيد عبدالله جمعة احمد فتوح محمد عبدالشافي وحازم امام خط الوسط ما معشور محمد اشرف رؤى يوسف ابراهيم اوباما يوسف جعفر ومحمود عبدالرازق شيكابالا الاسطورة ايمن حفني واحمد سيد زيز وسيد عبدالله نمار كل التوفية رجالة ان شاء الله بكرة مباراة مهمة وان شاء الله مباراة هي المحطة قبل الاخيرة للتتويج وان انتوا تصنعوا لنفسكم مجد وان انتوا تجيبوا بطولة غالية جدا 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 وبطولة هي هتكون اغلى واهم بطول الدوري في تاريخ نادي الزمالك على مدار تاريخه لان اللي انتوا بتعملوه ده اعجاز بمعنى الكلمة ان شاء الله باذن الله تتم على خير وباذن الله تقدروا ان انت بكرا نعدي مباراة تفرقوا على خير محمد عواد طبعا الحارس الامين على عارين نادي الزمالك بيحتفل بالحصول على العضوية العاملة في نادي الزمالك ويستحق اكتر من كده كمان يعني عواد بيثبت الفترة الاخيرة ان هو يعني الراجل المناسب واللعب المناسب والحارس المناسب فيه المكان المناسب صبر ونال صبر وما صدرش مشاكل وربنا عوضه صبر وربنا كفء ليه اصبر ورمي تكالك على ربنا واسعى واشتغل واسيب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اخترق حصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الاول لقلود قادم بالنادي الزمالك على العضوية العاملة بالقلعة البيضاء بعد قرار من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمنح اللاعبين عضوية عاملة داخل النادي لما كافئهم بعد كأس مصري ممكن دي صورة الكرنية بتاعة عواد ونشر حارس مرمى الزمالك محمد عواد عبر حسابه الشخصي على انستجرام اليوم الخميس صورة لبطاقت عضويته العاملة بنادي الزمالك مؤكدا على القرار معلم من جانب مجلس الادارة لا احنا عندنا رئيس مجلس الادارة وعندنا رئيس اسد لما بقول كلمة بينفزها ولما بقول وعد بيلتزم به يعني مدام قال الكلمة واتطلعت من لسانه خلاص وعد وعد الحر دين عليه فراج الوعد ووفى الف شكر المستشار مرتضى منصور اللي هو بتعامل مع اللعيبة دي زي ما قلت لحضراتكم مع اللعيبة مع الجماهير مع اي حد داخل المنظومة علاقة اب بابنائهم الخبر اللي عايز اقف معه كتير ونتكلم فيه شوية بسبب الاقبال الكبير لجماهير نادي الزمالك على مباراة وكأس لسيل موقع الفيفا بيؤكد صعوبة الحصول على تساكر على التذاكر بتاعة مباراة السوبر في الدوحة ذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ان طلبت الحصول على تذاكر مباراة سوبر لسيل بين بطلاء الدوري المصري ان شاء الله اللي هو الزمالك بإذنك انت يا رب وبين بطل الدوري السعودي الهلال طبعا حسن مرتفع جدا وفيه اقبال شديد جدا ودخل عدد كبير جدا من جماهير نادي الزمالك على الموقع الفيفا لحجز تذاكر المباراة بعد اقتراب الفريق قابل من حسن لقب الدولي زي ما حضراتكم شايفين وفوجة عدد كبير من جماهير برسالة على موقع الفيفا تقول ان طلبات الحصول على التذاكر مرتفعة جدا حاليا لهذا السبب منذ التنصار قد تطول فانا بقول لحضراتكم زي الملحمة اللي مكملة معنا هنا هتكمل معنا ان شاء الله على موقع الفيفا على حجز التذاكر في كتر يعني يكفي فقط بس يعني اثنين في المئة من جماهير نادي الزمالك اللي موجودين في ضحة ان هما يخش يحجزوا ان شاء الله يقفلوا كل الجزء اللي خاص بيه هتبقى مباراة وهتبقى حاجة تخلط في التاريخ يعني المباراة دي هيكتب معها تاريخ الاستاذ اللي هيشهد كأس العالم هناك كأس العالم هيكون اول فريق لعب عليه هو ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك فكلما هيذكر هذا الملعب وكلما هتذكر هذه الاحداث وهذه البطولة هيذكر نادي الزمالك